دراتي مشاهدين أنت وحضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة فضال يمين شكرا لك هدير التامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيق بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم كما طلع الرئيس السيسي على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطن وفي اجتماع آخر تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي بأن تتكامل مدينة المصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة وذلك لتكوين نهج ونسقا رياضي وثقافي شامل يتنغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس الأمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم ومن المقرر أن ينهي المجلس مناقشاته فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك سينهي المجلس الصياغة النهائية للمدة الثامنة عشر من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه التقى سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد وزير التنمية الدولية الكندي وذلك في إطار الإعداد لزيارة الوزير الكندي المرتقبة إلى مصر أغسطس الجاري تناول الجانبان فرص تعزيز التعاون التنموي بين مصر وكندا وخاصة في مجالات الأمن الغذائي والأمن المائي ومكافحة أثار التغير المناخي وتعزيز دور المرأة والشباب في دفع عجلة التنمية في مصر أكدت رئيسة تايوان ساي إنغوان أهمية تعزيز التعاون بين بلادها والولايات المتحدة وخلال لقائها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايكي وجهت رئيسة تايوان الشكرى لبيلوسي لحضورها من أجل تقديم دعم الولايات المتحدة لبلادها من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي تضامن بلادها مع تايوان مشيرتان إلى أنه مهم الآن أكثر من أي وقت مضى رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين في اليمن مشيرا إلى أن الهدنة أدت إلى فقر ذلك الهدوء غير المسبوق في اليمن وفي بيان قال الرئيس الأمريكي إن اتفاق تبديد الهدنة الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في اليمن خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح حدرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن مقتلى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابية أيمن الظواهري في ضربة أمريكية قد يدفع أنصار تنظيم لاستهداف منشآت أو مواطنين أمريكيين مع احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة وفي بيان قالت الخارجية الأمريكية أنها تعتقد بأن هناك احتمالا أكبر لحدوث أعمال عنف ضد الولايات المتحدة ربدا على مقتل الظواهري ورياضيا يستضيف الأهل فريق فاركو في التاسعة مساء على ملعب الأهلوي السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويحتل الأهل المركز الثالث برصيد خمس وخمسين نقطة بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد خمس وثلاثين نقطة اشتركوا في القناة